عند هذا الساتر خيضت معركة قبل عامين الطريق الوعرة خلفه تؤدي إلى بقعة معركة تقترب جرود عرسال بين معركة سابقة وأخرى لاحقة يرمي هؤلاء النازحون السوريون أوجاع نزوحهم خلف ظهورهم هم الدفعة الثانية من العائدين إلى عدد من قرى القلمون السوري يناهز عددهم الثلاثمائة ببلاده الواحد وأهله وربعه وصلنا ما شفنا أهلنا أربع سنين ما يعدوا ولا دقيقة ابنهم ولا دقيقة نهائية يركبوا ويمشوا يروحوا على بلدهم شوفي عرسال شوفي عرسال كل واحد يركب ويرجع عبيته العرقي اللي عم يصير بس مضايق بقلب عرسال من جبهة النصرة عم يديقون وتهد عليهم مشان نراجع أصلي كام يوم أشعر فيهم ما عم يسترجع يقولوا أين تحديد الوقت أو أين تلمشي عبروا الحدود بمساعدة الجيش اللبناني وحزب الله يعود الفلاح إلى أرضه وتلك فرحته عشرات المركبات العابرة للحدود كانت سورية فقط هذه أم أنجبت طفلها في النزوح كثيرون مثله ولدوا في الشقاء ينتظرون أن يكون كل شيء على ما يرام أنا ثلاثة سنين ولادي ما شفتهم وهلأ رايح شوفهم الحمد لله رب العالمين بقى بدي ألعب بالمصبح روجي من خيمي يعني من تحت المطر والبرد والشاب يعني إذا بتحط فيها الفروج بنسلي بنقالة رجعني لأحضر للوطن لا 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 أرضنا لا تروبنا لا يعني رجعني لأهلنا نيسنا بسورية بالنبك إلى معركة جديدة للجيش والمقاومة اللبنانيين مع تنظيمي داعش وجبهة النصرة قد تتجه الجرود قد يؤخر ذلك مؤقتا عودة دفعات جديدة من النازحين إلا أن إعادة التواصل الرسمي بين لبنان وسوريا على مختلف المستويات قد توجد حلا شاملا للنازحين بعد انجلاء غبار المعركة بوادر التسوية تتزاحم مع مؤشرات المعركة في الجرود وفي كلتا الحالتين تؤكد مصادر مطلعة للميادين أن قرار عودة النازحين إلى بلداتهم في سوريا طوعا هو ما يجري العمل على تنفيذه إن عبر تسوية تخلل جرود من الجماعات المتشددة أو عبر معركة تنهي وجودهم فيها محمد محسن من جرود عرسال الميادين شكرا للميادين